استعرض مع حضراتكم نتاج اليورو في مباريات الأمس ونبدأ طبعا بمواجهة هولندا والنمسا اللي بتعتبر من وجهة نظري مفاجأة النمسا لغاية النهاردة في البطولة مفاجأة كبيرة جدا النمسا كسبة هولندا مبارح في واحدة من مفاجأة يورو 24 بنتيجة 3-2 أما فرنسا فتعادلت مع بولندا بنتيجة 1-1 وبكده بولندا بره القصة وبره الحكاية إنجلترا اتعادلت مع السوفينيا بنتيجة 0-0 ونتيجة مخيبة طبعا لأمال المنتخب الإنجليزي منتخب الأسود الثلاثة والدنمارك اتعادلت مع سربيا 0-0 آخر جوالات دور المجموعات النهاردة هيكون عندنا سوفاكيا في مواجهة رومانيا وكرواتيا في مواجهة طبعا دي طبعا زي ما قلت حاكم مبارح سوفينيا وإنجلترا 0-0 والدنمارك وسربيا أيضا 0-0 النهاردة عندنا سوفاكيا في مواجهة رومانيا مباراتين دول هيتلعبوا الساعة السبعة بتوقيتنا هنا في القاهرة سوفاكيا في مواجهة رومانيا وبلجيكا في مواجهة أوكرانيا والمجموعة دي حسبتها معقدة جدا والنهاردة نتائجها هتحدد مين هيتقاهل أول وتاني ومين ممكن يدخل ضمن أربع توالد عندنا مواجهتين الساعة 10 مساء بتوقيتنا هنا في القاهرة تركيا في مواجهة الشيك وبرتغال في مواجهة جورج دي مطشاط النهاردة